اشتركوا في القناة الحليب المركز المحلة لما قلت لكم مقادير عندنا كامل في الدار اتمنى ان شاء الله الوصفة عنها اليوم تجربوها وعندها بزاف استخدامات في الحالويات والتحليات ان شاء الله تعجبكم كما نقول لكم في كل مرة لا تنسوش اخواتي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تتوصلوا بكل ما هو جديد واذا اعجبكم الفيديو لا تحرموني اجمع لايكاتكم وتعليقاتكم ونرحوا نبدأ نبدأ بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير والمقادير هادي النيسلي كرامل او النيسلي اللي غادي نحضروه كما قلت لكم تقول تحضروه كرامل ترجعوه كرامل وتخدمو به تعمرو به لتاختلات لصابلات تحليات عندو بزاف يعني استخدامات خاصة الناس اللي تخدم على روحة تحضر هادي النيسلي يعني بدون حليب مجفف المكونات بسيطة جدا انا تطيت لكم مقدار او العبر بالكاس 650 جرام عدنا زوج كيسانتا الحليب نحطهم في كسرنا او طاجين يكونوا تقال لازم يكونوا تقال حاطت زوج كيسانتا الحليب ونضيف الكاس تاع السكر نخلط هاد المكونات بالمغرف يعني حتى يدوبنا السكر بتاعنا مليح مليح نحاولو ان ندوبوه ونحطها على النار عادي في البديه نديرو النار عادي يعني من نقصوش للنار نخلوه حتى يوصل الحليب بتاعنا الى درجة الغلايين كاين بازاف يبغو يديرو لها يعني قرصات ع ملون اسفر بيعطيهم هذيك الاكولاغ لكن ستقوني غادي تحصلوا على الاكولاغ الطبيعية بلا ما تديرو الملونات فقط اكتافيو بقرصات ع الملح والرشات ع فانيليا اذا امكن هنا كما راني نشوفو راني نحرك في الحليب التاعي من الافضل تحركو بالسباتيل ولا بمغرف تعلو حاكبه نحافظو الحليب التاعنا نبقى نخلط فقط هناك ملاحظة تأكدي انو الحليب التاعك يعني ما هوش خاسر ولا ما هوش حامض بهم ما تتخسرش يعني المقادير في البعض نخلي حتى يوصل درجة الغلايين بعد ما يوصل درجة الغلايين تبقاه من قابلاته من الافضل اذا ما كنت يعني لا كنتي بغادي تقابلي يديري نار محتديلة واذا كنتي يعني تقضيفيش غالاتك وديراته على النار النار تكون قليلة جدا يعني هادئة هكبه السكر هاداك ما ينحرقناش وما يديرناش تكتولات من بعد بها نتحصلو على نتيجة مليحة يعني وقعد تلقيفي تكتولات لحل التاعه ساهل وبسيط هنا الحليب بتاعنا غضي طول به يغلي لانو كما قلتو لكم الكسرونة ولا المقلة اللي نخدمو بها تكون تقيلة على داك يطول لنا شوية وبهتنجحنا الوصفة لازم الكسرونة تكون تقيلة من الافضل هنا الحليب التاعي وصل لدرجة الغاليان بعد ما يوصل كما قلتو لكم نقصو للنار تماما ونبقاو نحرقو فيه يعني أنا الصراحة ما قبلتوش غليتها على النار ومرة على مرة نحرق فيه هنا كما رأنا نشوفو رأنا بقيت نحرق ونحرق الكميات الحليب يعني نقصت كما كم تشوفو ماهيش كما اللولى اللون منتاع الحليب كذلك تبدل ولا لنا كشغل بلونكاسي وتاني حاجة الحليب يعني تلاحظوا أنه القاوام التاعو بدا يتقل يعني كشغل سيرو هكا نبقا نحرق نحرق يعني بلا من توقف منا التحريك المستمر دائما بهذا الطريقة شوفو القاوام بتاع الحليب كيفاش تقل وهنا الكمية اللي اللي درناها غادي يعني تتبخر كامل يعني تحصلوا على نصف الكمية اللي درناها ورانا نحركو بطبيعة الحال في كل مرة يعني يعني أنا ما بغيتش نسرع الفيديو هكا بتشوفو أفضل القاوام تاع الحليب اللي نتحصلو عليه هنا كما رأ نشوفو الحليب بتاعنا بدينا نتحصلو على النتيجة كما رأ كم تشوفو كدير الاسباتيول هكا غادي يعني الحليب بتاعك تشوفي أنه بدي يتقل بداء تشوف يعني رأ أمامكم والنتيجة رأ كم تشوفو فيها وشوفوا اللون اللي نتحصلو عليه يعني لون طبيعي ما ضفت له ولا شيء هنا ما زال الحليب بتاعنا ما زال له هذه الدقائق فقط على النار يعني ما غاديش يدي لك بزاف الوقت يعني كأقصى مدة يدي لك نص ساعة في التحضير يعني هذي ماكسيموم يعني لادرتي النار متوسطة وخليتها على غرضه هنا كم رأ نشوفو الحليب بتاعي سير جاهز غادي نطفي عليه هنا نحرك شوفو وهنا يعني مشي تخلو حتى يعقد لك على النار مجرد ما تشوفو هكا تقل عرفوا باللي سير واجد لانه غادي يبرد يزيد يشد دروحة اكتر وكتر هنا غادي نطفي على الحليب بتاعي شتو القوام بتاعه غادي نطفي عليه ونخلي يبرد تماما ودائما هنا النتيجة اعرفوا باللي وجد تبقا وكتحركوا كشغل يعاودي يرجع لكم في القاعة الكسرونة وما ممكن تديروا هذا الخط في المغرف ما غادي شي عاودوا يتلاقا هنا نعرف باللي الناس اللي راه واجد انا غادي نخلي يبرد بعد نوري لكم جاهز ان شاء الله الحليب المركز راه هو جاهز كما هاكم تشوفوا المقدار نقص يعني در نزوش كيسان تعالحلي بتحصلنا على كيس تحالي مركز محلة شوفوا القاوة متاعو هنا اذا بلكم انو في بعض اللي جويم ولا حاولوا انكم تميكسوه فقط وتقدموه اشتركوا في القناة